أهلا بحضراتكم من جديد أول قضايانا النهاردة في برنامج الأشبال قضية القيد دي من القضايا المهمة جدا اللي بتعاني منها الأندية في الوقت الحالي دائما عشان بتخطط للكرة المصرية لازم بخطط لأربعة وخمس سنين قدام ما صحاش النهاردة أقول ده نقا عندي فكرة النهاردة جميلة وفكرة حلوة ممكن نقلل العدد اللاعبين نقلل العدد اللاعبين نخلي مثلا التسعة وتسعين خمسة وعشرين لعب طيب السنة اللي فاتت كانوا تلاتين لعب النهاردة أو الفكرة اللي جات لي خمسة وعشرين لعب على أساس إيه حضرتك النهاردة عشان بتقول فكرة أو عايز تخطط لازم الأولى استعين بأصحاب الرأي أو زي ما بقوله اللي في المطبخ يعني لازم أجيب رؤساء قطاعات النشئين وأعمل ورشة عمل كبيرة والنهاردة أسمع الأراء ممكن يبقى رئيس قطاع النشئين عنده رؤية مختلفة عني أنا كاتحاد كورة أو كمسؤول في اتحاد الكورة زي ما احنا شايفين قدام حضراتك دولة شؤون اللاعبين عدد اللاعبين المقيدين أول حاجة عايز وقف عند موليد تسعة وتسعين وهي خمسة وعشرين لعب طيب حضراتك النهاردة عارف كمسؤول في اتحاد الكورة إن موليد تسعة وتسعين النهاردة ما يقدرش فريق يقيد الخمسة وعشرين لعب بمعنى يعني النهاردة فريق زي النادي الأهلي مثلا علشان يقيد اللاعبين في 99 فريق الشباب لازم يقفل القيمة عند مثلا 22 لاعب ويسيب 3 أماكن متاحة النهاردة في فترة الانتقالات ممكن نادي الأهلي يشتري لاعب في الصيف أو في الشتاء النهاردة لاعب تحت السن هيتأيد فين؟ بيتأيد تحت تاني حاجة النهاردة اللعبة المعارة اللي بيتم إعارتها للأندية الأخرى بتتأيد عندك النهاردة الفريق الأول مثلا بيستعين بتلات أربع لعبين وفي عندها كتير بتستعين بسبعة أو تمانية النهاردة ممكن فريق الشباب في أي نادي تلاقي النهاردة النادي ما وصلش أو الفريق ده ما وصلش لقيمة ممكن يلعب بها مباراة أنا بقول لحضراتكو ده مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة النهاردة علشان لما يكون عندك أو بتخطط لقاعدة الناشئين أو البراعي يجب أن يكون عندك الهرم من تحت القاعدة كبيرة القاعدة بتعترياضة المصرية هي البراعم البراعم بدأ من 2011 هي لعب مسابقة السنة 2011 و2010 و2009 و2008 النهاردة لما يتم تقليل عدد اللاعبين في القاعدة إلى 40 لاعب و35 لاعب طيب النهاردة اللعدية اللي كان عندها عدد كبير من اللاعبين وعندها ألف وعندها بي وعندها جيم النهاردة اللاعبة دي هتروح فين؟ ومصيرها إيه؟ النهاردة بعد تقليل عدد اللاعبين ده قضية مهمة وانا كنت اتمنى المسؤول في اتحاد الكرة عشان بيتناقش لحاجة تخطيط للكرة المصرية وده شيء جاهد انك بتخطط لكن النهاردة لازم تستعين بالخبراء لازم تستعين برؤساء اكتعات النشئين لازم تستعين باصحاب الخبرة في هذا الامر اللي بقى لهم سنين في اكتعات النشئين